شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية ضمن اجتماعات الجلسة العامة الثالث عشر للجمعية البرلمانية الاسيوية المنعقدة في أنطاليا بالجمهورية التركية تحت عنوان تعزيز تعددية الأطراف في الديناميات العالمية المتغيرة وخلال الاجتماع أكد سعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية أولوية الالتزام بتلبية أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 مشيدا بمشروع قرار اللجنة المعنية بالشؤون السياسية المتضمن اقتراحا بتحويل الجمعية إلى برلمان اسيوي مشيرا إلى أهمية استطلاع آراء البرلمانات الوطنية في هذا الشأن المهم للقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات العمل التشريعي المختلفة وفي الاجتماع ذاته أبدى وفد الشعبة البرلمانية دعمه لاقتراح الوفد الفلسطيني بتشكيل لجنة فلسطين في الجمعية البرلمانية الاسيوية